الفوز بفارق ضئيل كان من نصيب مؤيد تعزيز سلطات الرئيس التركي في الاستفتاء الذي أجري على تعديل الدستور فبحسب النتائج الأولية التي نشرتها وكالة أنباء الأنضول فقد فاز معسكر النعم بنحو 51% من الأصوات ستكون كافية لتمرير 18 تعديلا على بنود الدستور التركي بعد إقرار النتيجة النهائية التي ستعلن خلال 12 يوما لقد تغير الدستور اليوم وأمل أن تكون نتيجة ذلك خير لأمتنا أمتنا من جديد أظهرت نضوجها من خلال الذهاب إلى مراكز الاقتراع والتصويت بإرادتهم الحرة لصالح هذه التغييرات التي أقرها البرلمان وبحسب نتائج غير رسمية فإن نحو 25 مليون شخص صوتوا وقد تم التصويت لصالح تغير الدستور بفارق مليون و300 ألف صوت أكبر حزبين معارضين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي صارع إلى التنديد بالنتائج وما وصفه بأنه تلاعب تخلل الاستفتاء وأعلن أنهما سيطعنان بنتيجته في ضوء قرار أعلنه المجلس الانتخابي التركي الأعلى في اللحظة الأخيرة باحتساب بطاقات التصويت التي لا تحمل الخطمة الرسمية لمكتب الاقتراع المعني المجلس الانتخابي الأعلى يغير من قواعد اللعبة خلال مسار اللعبة نفسها بل أكثر من ذلك وبعد أن تم فتح الاستمارات هذا مخالف للقانون لا نعتقد أن هذا تصرف سليم ولن نقبل به أبدا أنصار الحزب الحاكم احتفلوا بالفوز في أنقراء فيما كان رئيس الوزراء يلقي كلمته رغم أنهم كانوا يتوقعون فوزا بنسبة أكبر في ضوء مشاركة نحو 85% من الناخبين ما أثر مخاوف من وقوع انقسام في الشارع التركي حقيقة أن النتائج متقاربة للغاية معناه أننا بصدد أمة يشوبها انقسام كبير ما نختبره اليوم يشكل معضلة حقيقية بالنسبة للمجتمع التركي ومن المرجح أن تستمر حالة الاستقطاب ما يعني أننا بصدد أيام عسيرة مقبلة على المستوى السياسي والاجتماعي وسيخلق ذلك مناخا غير موات لحكم الرئيس إردوغان وحزب العدالة والتنمية لكن حالة الانقسام التي يترقب المحللون وقوعها ستكون لها تداعياتها ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما ستتجاوزه إلى النطاق الدولي حيث دعا الاتحاد الأوروبي في بيان السلطات التركية إلى السعي لأوسع توافق وطني ممكن في تطبيق التعديلات الدستورية وأضف البيان أن التعديلات الدستورية وكيفية تطبيقها سيتم تقييمها في ضوء التزامات تركية بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضوا في مجلس أوروبا